اشتركوا في القناة 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 كيف نقولها صراحة ناسي متبارة نعاود ونكررها للمرة الثانية والثالثة وإلى اقتدى الحالة مرات أخرى متعددة فمنين نشرنا الأحكام النهائية ولا اللي في طور يعني اللي كان قوله أحكام بقى في محطات دي التقادي فهذا من باب الشفافية وكذلك من باب التواصل من باب كذلك باش يكون رأي العام الصحافة الإعلام رأي العام الرياضي على بينا وعلى دراية بالأوضاع الحالية وهذا شيء ما غادش يبقى بيننا وبين الأندية يعني حتى يكون أن هناك أنا مني تنتكلموا على حلول متافقين ولكن حلول في إطار القانون ننتكلموا على حلول اللي كيكفلها القانون وتضمنها القانون أما الحلول الاستثنائية والريضة والتراضي في أشياء مع المؤسسة رأي ما كيناش بتنقول لك بشكلين رسمي اليوم تنتكلموا على التعديلات الجديدة ما بعد سعود شوتنبركين أجل دي الخمسة أيام لتتعطيه القانون الدولي باش إلا ما جاوبك ش اللاعب لغاديتي للمستحقات دياله أنا داك كي ترفع المنع بشكلين أوتوماتيكي وسيستيمي فهذا الحالة هنهضروع لخمسة أيام من بعد اللوناف اللي داخله في الأجل أما يصدروك يعني نسجلوا لاعبين هنا الحالة اللي تتكلم علىها ربما اللي بغتي تتقصد في سيموتبار هي لانرجيسترمون دي الجهور دابا انجوق انرجيستري تقالى انجوق كاليفية أوتوماتيكم هاد الحالة كانت في السنوات الماضية كنا نسجلوا اللاعب ويبقى في اللي سيستام حتى يترفع المنع يقدر يترفع في سبتمبر في ديسمبر في جنفير في فيفرييه في مارس أفريل وهذا شفنا بأنه موشين وهنا يأخذوا مصلحة كورات القدم الوطنية بحيث أن اللاعب كيبقى رهينة ديال النادي اللاعب ميتوصل بالرخصة المزاولة كورات القدم حتى الضوارة 25 أو 26 أو 27 واش هذا معقول أننا نكونوا كنمارسوف أحسن بوطولة في إفريقيا بهذا الشكل هذا واش معقول أننا نعطيه واسمح لي على التعبير نعطيه لي ليسانس بالديطايل هاد العام نعطيك في بداية الموسم 15 ومن بعد نزيدك جوجية 17 ومن بعد نزيدك 3 هي 20 لا يعقال اليوم غادي يحبس لديل ديال الميركاتو يتحبسوا معالي كاليفيكاسيون غادي هاديك ساعة على اللوائع ديال اللاعبين المؤهلين وغاديكم بإذن الله إن أطال الله عمرنا جميعا وغادي تنشره للجميع اللاعبين المؤهلين ديال الأندية أنا ذاك نعم نعم كنا نطالعنا كذلك إلى واحد يعني التقرير اللي كان كي لخص أو كي يعطيه المجمل ديال ديال الأندية الوطنية توجه اللاعبين يعني تقريبا 26 مليار سنتيم هو مبلغ كبير وكبير جدا يعني ديال تثقل كهل الأندية الوطنية يعني أنت من خلال طلع أكسي عبد السلام بالقشور على هذه الحصيلة وعلى تقارير المالية والوضعية المالية ديال الأندية الوطنية شكونا ما الأندية اللي كتشوفهم يعني على المستوى التيري والمالي يعني هما الأفضل في الدور المغربي من خلال الطابلو اللي إن شاءنا عاراتيبا بوضوح بأن الفرق اللي ما عندهش مشاكي المديني هائيا يفارق الجيش الملكي وفارق الفتح الريباطي وفارق اتحاد تورقة الشباب السوالم دو ما عندهمش في القسم نتكلم على الفرق ديال القسم الوطني الأول نهضة زمامرة الفرق القسم موطنية تعتقد استاد ماروكان ساريع والزن يعني ديال ما عندهش مشاكي النهائي المديني وعتهى المشاكي اللي كان هناك في دوزهم ديفيزيون ماشي مشاكي الكبيرة باش منتكلمش عليها بالضياء ي持 две مشاكيات بسيطة وأرقامها ماشي الأرقام المخيفة والأرقام الكباري اللي كان في البريمير ديفيزيون كان كذلك السعب السلام يعني انديال اللي في القسم الوطني التاني وجابت معاو وحداين كبيرا من القسم الموطني جابوا معه من البرمير ديفيزيون نعم سيد السلام بالاختور المروا للمنح للنقل التلفازي والتي عرفت انتقادات كبيرة في السنوات الأخيرة كنا مطالب لكي لا يكون هناك توزيع تضامني للمنح للأندية وبل يكون توزيع للعسب الجماهيرية والكتلة الجماهيرية الكبيرة التي عندها جماهيرية كبيرة على مستوى المغرب تكون عندها واحد المنحة مضاعفة ما يكونش يعني كما قلنا منحاتها ضامنية متساوية بين جميع الأندية شو نردكم سيد السلام على هذا التصور وشكينا إمكانية أن يكون إعادة التقسيم والإعادة الجدولة دي لهذا المنح على الأندية بهذا الشكل الجديد بالفعل سؤال دوراهينية سؤال اللي اليوم كان نشتغل عليه باش نطمئن الأندية هو اللي كان محقق سهلافا فهو يدخل في خانات المكتسبات ممكنش نتراجعوا على المنح اللي كانوا يتوصلوا بها الأندية سابقا يعني منح النقل التلفزي اللي بشكلها تضامني اللي تكلمتها دي السؤال لي لكم واضح وهو معمول به في دوريات أوروبية كبيرة اللي شفنا البريمر ليك في إنجلتيرا تقدر تلقى الفارق اللي تحتل الصف الرابع ولا الخامس تيتوصل بدعم ربما منحة أقوى أكبر من الفارق اللي كي المركز الأول وهذا رجع لي عدة معطيات من العمق التاريخي من الحضور الجمايري من المتابعة من هاللانوطونيتي دياللكلوب وحد العدد ديالأشياء اللي كتتخذ بعين الاعتبار فيه طار توزيع المينح حنا عنا جزعين وما تنتكلمش على مينح ترتيب عنا الجزء المتعلق المينحة اللي متعلقة بالنقل التلفازي وعندنا المينح ديالنهاية الموسم اللي مرتبطة بالترتيب ديالنهاية الموسم فالمنحة ديالنقل التلفازي وتبقى قارة لأنا تدخل في خانة المكتسبات ديالأنديا ويفعلا بشكلها التضامني واللي كتخدم كرة القدم الوطنية المؤمن المينحة المتعلقة بالترتيب هي اللي غتخذها لهاد المنطق اللي تكلمتوا عليه اللي غيتخذوا فيه العائل الاعتبار واحد العائلة ديال مكونات أو الخمسة ديال البراماتر اللي غتين ناقشهم اللي فيهم مئة نقطة وكلنا تكلمنا عليهم سابقا اللي فيهم الحكمة الإدارة التكوين الفير بلاي كلهم هدوا الدخلو وعاد الترتيب الرياضي على مستوى صبورة الترتيب وبعد نعلنه على ترتيب آخر اللي غيخضع لهذا المنطق هذا اللي غيتم على إترو توزيع ديال الميناح بنفس الوقت ستنعلنه رسميا وربما للمرة الثانية اليوم أن المينحة ديال الفائز غتوصل لستدل مليون ديال الدرهم وحنا في هدو الهاجيس ديال البحث على موارد مالية حاملينه معنا لأنه باش نطوروا قرات القدم كذلك خاصنا بحثوا على موارد مالية إضافية وهدي النداء كنستغل هدو المرور ديالي معاكم اليوم ونتمنى من الله يكون مباركا باش نشاء الله توصل الرسائل ديالو لأن المستثمرين أو المستشهرين والمستثمرين بجوج تنسكلم عليهم خلصوا من خارطوا في المشروع الوطني ديال كرة القدم الوطنية مشروع ديال مالك لجلالة المالك نصره الله مشروع ديال أمة اللي خلصنا نصاهروا فيه جميعا وننجحوا هدو المشروع احتللنا للرتبة الرابعة في المونديل الأخير أصبحت واحد الإكرار مش نقول إكراره إنما محفز حقيقي باش نزيده نتابره ونحفظه على هدو المكتسب الحقيقي ومن نعتبروش بأنه فلتة أو صدفة في الزمان هذا هو اللي تجعلنا أننا نشتغل ليلة نهار بمعايد سيد رئيس الجامعة سيد فوزي مقجع اللي تدرج أحد العمل الكبير على مستوقرات القدم الوطنية وصاحب جلال الله ينصره بهالتوجيهات دياله الدعم دياله من خلال الرسائل مثل رسالات الصخيرات السابقة والرسالات كيغالي ولا الاستقبال حضابي الاستقبال التاريخي للعالم كله ناقشه ديال منتخب الوطني هذه كل رسالة سائلة نقرأها احنا بيشكلين جيد وتنعملوا عليها وتنشتغلوا عليها باش نطوروا كرة القدم الوطنية دياله بالإضافة للشغف وكذلك اللونجومون جديد اللي حصل والشغف الجديد اللي حصل من بعد كرة القدم ديال الأمهات والأبناء والأطفال الخيارات ديالهم في كرة القدم وهذا كلهم مسؤولتنا أننا نطوروا ونكونوا عند الموعد ونكونوا فدميات بإذن الله هذا أمنا في المثيرين اللي كينين حاليا بأجل النهوض والدفع بعجلة كرة القدم الوطنية غير توضيح السعب السلام يعني شحل تقريباً النسبة للمبلغ والثقف اللي يقدر يستفدوا من النوء الأندية يعني في هذا المنح اللي غدي تكون في نهاية الموسم وغدي يكون ترتيب ترتيب كانت سابقاً كانت ثلاثة المليون ديال درهم الفارق الأول جد مليون ونصف فارق الثاني وكانت موجهين نازلين حتى الرتبة الرتبة طناعش اليوم غديش نبقى في الرتبة طناعش وحضاعش وحشرة ربما غدي نحبسوه في الرتب ستة أو ثمانية لأنه يمكنش ترتيب تمنح الجميع المراتب باش كذلك حتى الناس اللي يجهدوا اللي يشتغلوا واللي يعملوا وتحتلوا مراتب متقدمة أنه ممكن مشو حتوزيع أنا الفرنسيين تيقول لك أم بي دوتو سياريان ديتو إلى واحد المبلغ مالي وزعنا على الجميع ما غدي عطيت شيء وهذا كنت سميه استحقاق لأنه بدلتي واحد المجهود على مستوى الحكامة بدلتي مجهود على مستوى الإدارة يعني شغلتي معك مدير إداري شغلتي معك مدير مالي شغلتي معك مدير رياضي يعني بدلتي مجهود على مستوى المادي بتحديث الإدارة ديالك باش تكون في المستوى خدم بالشركة الرياضية عندك الفريق نيسوي عندك الفوتسال ما يمكنش نساويه مع فريق ما بدلش مجهود على مستوى الحاكمة ومستوى الإدارة ومستوى التطوير دي الكرة القادة نعم كذلك يعني في إطار المشاريع اللي كتشتغلوا عليها السعب سلام القشور مشروع دي الثمنتاشر النادي يعني كان قبل تقريبا الموسم الأخيرة كان تطرح الموضوع دي المشروع دي الثمنتاشر النادي وش فعلا هذا المشروع قيد الدراسة كتشتغلوا لها قدروا نشوفوه في المستقبل القريب ولا أن هذا المشروع دي الثمنتاشر النادي كان فقط مرتبط بعض الأندية التاريخية اللي كان ربما طوق ناجات لها باش أنها تستعمر في القسم الوطني الأول سبس الأول المطلب دي الثمنتاشر النادي أو عشرين النادي فهو مطلب تقني بدرجة الأولى لأنه تيمكن كل أندية باش لابعداد كبير دي المباراية وبالتالي اللاعبين دينا كتكون عندهم تنافسية قوية وهذا أساسي جدا في المنافسة هذا من الزاوية التقنية لكن كين إكرهات تواجه هذا الطموح التقني اللي هي إكرهات مادية لأنه هاد الأندية اللي غتطلع على القسم الوطني الأول خاصة مناح دي ستد المليون دي الترهام خاصة مناح دي الترطيب خاصة كذلك تكون مؤهلة من الناحية البنية التحتية وشفية لأننا أهلنا جميع الأندية دينا من البنية التحتية وشغل تستجرب دفتر تحملات القادم اللي غادي يكون ولي عنده علاقة بملاعب في الاستقبال وملاعب دي التداريب ولي عنده علاقة بيتفتر تحملات في جانب مالي وجانب طياري وجانب دي المواريد البشرية واشعندنا فيه لأن هذا الطموح مشروع جدا ولكن اعتقد الوضع الحالي صعب جدا باش نقدرون نوصلوا ليه في المدى القريب والقريب جدا صعب دائما في إطار الأفكار الجديدة والمشاريع أستاذ عبد السلام كان مشروع دي السقوط أكثر من ناديين إلى القسم الوطني الموالي كان هناك حديث على أنكم قدر سواء مشروع بداية من الموسم المقبيل أنه يكون سقوط دي الناديين إضافة إلى نادي آخر أو ناديين اللي غير يلعبون البراج مع اللي غير يحتل مثلا المركز التالي والمركز الرابع في القسم الوطني الثاني فين وصلنا في هذا المشروع واش تقدر تقربنا من تفاصيل دياله وفين وصلتوا في البرمجة دياله أكيد سيموت باهر أكيد أنه تضحى مؤخرا بأنه كنت مطلب جماهيري كبير لأنه نزيد من التنفسية ديال الدوري ديالنا وخصوصا في أخيرة ديال الترتيب في أسفل الترتيب باش تبقى تشويق إلى ولين تنشوفوا تشويق الحمد لله على مستوى المقدمة ولكن على مستوى وسط الترتيب ما كينش واحد النوع ديال المنافسة هذا المقترح ديالكم اليوم واللي هو مطلب جماهيري اليوم فمخود بجدية وكان ربما كنا قدرون أن نبدو بهذا الموسم لكن الإكره القانوني لأنه يجب أي تعديل على مستوى المنافسات يجب أن يخضع لمصادقة الجمع العامة المتعلقة لا بالعصبة الوطنية لكرة قدم احترافية ولا بالجمع العام ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وما بقاش عندنا الأجال لأنه الأجال القانوني المتضمين في الدفاتير ديال القوانين الأساسية ديالنا تلزمنا الإعلان على جمع عام ستون يوما قبل موعده فمن فتراق فاش جات للفكرة والستين يوم باش نعقده جمع عام باش ان كلنا نصوتوا أو نصدقوا على هذا المقترح غادي بدأ الدوري المغربي وبالتالي ما مستطعناش نتبقوه هذه السنة ولكن تنقل لك رسميا بأنه على طاولة الجمع العام القادم بإذن الله باش يتطبق في ابتداء من السنة السنة المقبلة يعني نسوك بصراحة سعب السلام يعني هذا المشروع ديال سقط أكتر من ناديين وشجاع فعلا من أجل إحياء يعني ذلك المناطق ديالوسط الترتيب ويعطاوه واحدة نفس أكتر على مستوى البطولة الوطنية حتى آخر الجولات أو أنكم لاحطوا ربما في الموسم الأخيرة خاصة الموسم الماضي ربما بعض الممارسات ولا يعني عدم نزهان بعض الأندية يعني لا قدرت يتقربنا من هذه الصورة لأنه بالضبط كان هذا هو حديث الجماهير يعني عند كل موسم يعني كي يخرج الحديث أنه كين بعض الأندية أو بعض المسؤولين اللي كيتلعبوا ربما بالنزهة أو للسير العام دي لبعض المباريات سعب السلام هو اللي مؤكد بالدرجة اللولى وتنشاهده جميعا هو أنه الفريق مني تسمى بعض الفروق اللي ما كيكونش عنده طموح تلاعب على المراتب الأولى ديال صبور الترتيب مني كي يسمى بين قوسين كي صوفي يعني تضمن البقاء أوتوماتيك موكي يكون تراخي صعيب أنك تعود تدير نفس الحماس ديال بداية الموسم بعد ما كي تضمن البقاء بالنسبة للأنية لطموحة محدود في البقاء إلا مني تدير البقاء في الدورة 27 ولا 26 ولا 25 كاللاحظو هالتراخي وهذا عنده علاقة بالمواريد المالية عنده علاقة بالسقف الطموحات عنده علاقة بالتنافسية عنده علاقة ولكن ما نقدرش نشكك لأنه ما عنديش أديلة باش نشكك بون كينا هدرا كينا أقوال تانا راني متتبع وتانا حضر وتانا بعدها هين تنكون من الجمهور ولكن ممكنش نشكك بشي جهة معينة ولكن اللي نأكد لك هو التراخي مؤكد وما خصوش يبقى لأن نخصوش يبقى في نفس التنافسية من بداية الدورة الأولى حتى الدورة الثلاثين وفي أي موقع ونتحلوه بالفير بلاي الحقيقي ديال الكورات القدم وهذا التعديل إن شاء الله غادي يوضع حد لهذا لا التشكيك ولا التراخي ولا أي شيء يوضع له حد وهذا هو المطلب الأساسي والمغذاء منه إن شاء الله في مستقبل بخصوص البرمجة يعني كانت هناك انتقادات كثيرة يعني في موقع توصول اجتماعي بعد إجراء أو لسحب القرعة ديال البطولة الوطنية في قسمها الأول والثاني كانت برمجة دي المباريات نادي الويداد الرياضي في الجوالات الأخيرة ربما كانت خمسة من أصل ست مباريات على ما أعتقد غادي تجرى في الملعب أو في الميدان ديال نادي الويداد الرياضي وهي شيء يخلف يعني انتقادات كبيرة عند بعض الجماهير المغربية يعني كيفاش كيتم هاد العملية ديال سحب القرعة اللي يعني بزافة الناس كانت عليهم ملاحظات على هاد النقطة بالدات ديال الاستقبال ديال نادي معين لعدد المباريات أكثر من نادي آخر هو البرمجة ما أعتدنا المتتبئة الرياضي ما أعتدش أنه يشوف برمجة عن طريق حاسوب أني كان دائما برمجة كلاسيكية اليوم الحاسوب كيدير دي فاريونت عندنا اليوم ألف فاريونت نتكلم على ألف فاريونت وراء كانت في الشاشة ديالتليفزيون ألف اختيار ممكنين ألف اختيار ممكن فيها توتلي بوسيبليتي انفيزاجاب اللي نقدرون نتخيلوهم كينين وهذيك القرعة كنديرو أشمن رقم من ذاك الألف غادي نختارو فالحاسوب تعطيك برمجة لك تخدع القوانين يعني يمكن واحد القوانين اللي هو وضعينها ممكنش تلعب مقابلة كل نهار مثلا ممكنش تلعب عشر مقابلات متتالية في نفس الميدان إلى آخرين لك يخدع هذا ولكن الإجراء المباريات في الحاسوب وكيدر بطريقة تقنية فربما مثلا في السنة القادمة بحول الله نطال الله عمرنا جميعا فممكن أننا الناس يطالعوا على هذك جميعا هذك الألف احتمال كنا ننشرها قبلا باش يبقى هذك القرعة هي الوحيدة الرقم واللي الناس عارفين بأنه وراء هذه الاحتمالات فيهم باش يستأنسوا بهذه البرمجة الجديدة اللي جات كذلك جابت أشياء اللي هي جديدة جدا تورية مثلا الديربي ولا مبقاش كيت فيكسا في الدورة عشرة كيف كان دائما ولا في أي جولة كان ممكن يجي في الدورة في الجولة الأولى لأنه في مقابلات نعتبرها مقابلة مثل جميع المقابلات فاتل ضد نقاط علش غيكون عنده واحد الوضع متميز داخل البطولة وكذلك كنا نشوفه فيه كذلك حتى نوع من ما كنش النوع اللي ديال ما كنش داكا فوق الفرص أن تخلي الديربي يحتل الدورة عشرة على الزمان لاش وعند فرق أخرى عندهم مصلحة أنه الديربي يكون بنفسه يجرى في نفس المنطق ديال المقابلات الأخرى فالحاسوب وحضروا معنا يعني لا دعية لتشكيك في البرمجة ولا في الحاسوب كانوا معنا لاعبين دوليين محترفين حضروا كل الإخوان ديال الرياضية بطاقم التقني الكبير ديال هم وليتي صار مباشرة تنشف المعلق صار علق على جميع الدورات كلها وما عندهم هند ما شركة إسبانية؟ الشركة الإسبانية والكما تنسيق أنه داك مع النقل سير بلوس تتعطى ديك ساعد تخرج هذاك البرنامج يعني تج واحد مكان عارف بأن نورة غد يكون هذاك البرنامج نعم بالنسبة لإحتل أنديات الوداد والراجاء اللي في ملعب محمد الخاميس كذلك اتحاط طنجة في ملعب طنجة الكبير وملعب ملعب دلاللي كيحتاض من مباراية الجيش الملكي ربما كل هذه أدو أنديات ما غديست تستقبل في الملعب دياله كذلك الوداد الرياضي ربما في نهاية البطولة ما غديش يكون كيستقبل في الملعب دياله وحتاد النقطة ربما ما تكونش محل نقاش نعم دائما في إطار يعني المشاريع الجديد والأفكار اللي جيتوا بها على رأس العصبة الوطنية لكورة القدم الاحترافية تحددتوا السعب السلام على ربما بعض التعديلات اللي غيكونوا على الجانب الانضباطي والعقوبات اللي ربما تصلت على الانضباطي اللي كتقوم يعني ما يصطلع عليه بكراكاج او لا شغاب او لا يعني أفعال منافية للأخلاق الرياضية داخل الملعب تحددتوا على الويكلو يعني هناك نستحضر واحد المقولة ديال واحد المسير السابق في نادي الوداد الرياضي رحمه الله سي بوبكر جضاهيم اللي كانك يقول أنه أي عقوبة إلا عقوبة المنع ديال الجماهير من ولوج الملعب وكانك يوصف الجماهير بالروح ديال كرة القدم نحن نتنوك بالتحولات لتتعرفة كرة القدم بصفات عامة اليوم هذا ده بتتكلم لي على الشق آخر من المنظومة ديال كرة القدم واللي فيها المتفرج والمتتبع هو كيف قلتيه وكيف قال سي جضاهيم الله يرحمه فاد نهار يوسى عليه والروح والصورة والحلة والاناقة والحياة ديال الملعب داخل الملعب وهو اللي كيضفي الجمالية الرائعة الملعب ديال كرة القدم ولكن خكينو دواب يطلعت اك صحة مني ولنا تنشاهدو أن الإشعال الشماريخ كيوقف المقابلة سبعة دقيق وثمانية دقيق وفي بعض الحيان حتى العشر دقيق نتجاوزنا لهذه الأشياء الجميلة اللي تكن مدقنا في أشياء في مستنقعات غير مقبولة نهائيا واشفنا المقابلات اللي توقفوا مقابلات دولية ومهمة جدا وفي مصير ديال نادي وتوقفات وربما داك توقف حملنا استقاليين تقول كيكون عنده آثار على النادي المستقبل اللي كيكون في واحد الوهاج وكيكون في واحد المرضود معين وكتوقفوا عشر دقيق كتعطي الفرصة للفارق الخصم باش يستقبلوا عاود بحالك تدير أنتو مورد الباسكيت ولا ديالة اللي في غيجو دقائق نارا كنوصلوا لعشرات ديال الدقائق باش هداك الفارق الخصم كي عاود يرتب الأوراق ديالو والمدريب كيقع فرصة كذلك باش يتكلم مع اللاعبين ديالو ويعاود يوقفهم بطريقتين أخرى ودير تعديلات اللي خصويدير وتغييرات اللي خصويدير كنعطي فرصة وهدا من شأنه نلقينا عنده آثار على المستوى المرضود ومستوى التقني كذلك على التتبع على المقابلة وعلى النقل التلفازي ممكنش نوقف المباراة بمجرد أن هناك شماريخ هادك شيء مبدئيا وقانونيا أنها ممنوعة ومنوعة حتى بدون أن تأثر على سير المقابلة فما بالوك أنها توقف المقابلة كذلك الرسائل السياسية داخل الملاعب ركا تعقب عليها الفيفا ونحن نشوفه غير بعض الأحيان الفيفا مني كتكون غير ديزاكت دي العنصرية اللي كيكونوا في الملاعب الدولي ونشوفه العقوبات الكبيرة التي تتنزل الفيفا على الأندية كذلك السب والقدف توجه المسؤولين وتساعد المحليين والمركزيين دي المنظومة كرة القدم أو حتى خارج من كرة القدم غير مقبول حنا نتكلمه على كرة القدم نبقوا في المنظومة دي القرة القدم نبقوا في تسير في نبقوا في الدعم في تشجيع ديال النادي بالأهازيج المقبولة بالأهازيج المغربية بالبتكارات ديال الشباب اللي كينات اللي كتتبقى في الحدود اللياقة واللباقة وتكون مقبولة ولا تخدوش لحياة ولا كذلك تكون فيها رسائل اللي خارج على كرة القدم عندها أماكن أخرى هناك مقرات ديال الحزاب السياسية وهناك محطات أخرى اللي ممكن يمروا في هذيك الرسائل ومشي هي مكانها هو الملاعب ديال كرة القدم إلان بغينا نمشيه وبغينا نحافظه على مسيرين رياضيين وبغينا نتقدمه في كرة القدم رخصا تبقوا القوانين الدولية في هاد الشأن فآخر اجتماع اللي مر في المكتب المديري ديالعصبة الوطنية لكرة القدم الاعترافية والتي تمت المصادقة وراتمت كذلك المرسالة ديال الأندية تمت المصادقة بالإجماع هو أي خلل من هاد النوع هاد الإكرارات اللي تكلمتليك فكي عرض النادي للويكلو وفي حالة العود كي يكون الويكلو مع وقوبة ديال 500 ألف درهم لأنه تنحمله كذلك المسؤولية للنادي لأنه تكون في تواصل مستمر مع الجماهير دياله ويحتهم على الانضباط ويحتهم على التحلي كذلك بالروح الرياضية داخل الملعب وهذا المكوين ديال الجماهير مع الرياضة مخلش يكون نفور ومخلش يكون تباعد فيما بينهم بلخلش يكون واحد تجانوس واحد تدون تناغم ما بين المسير داخل النادي والجماهير دياله هادك الفرقة اللي يلي كتعطينا في بعض الأحيان أشياء اللي ما كان قبلوهاش وهنا من هاد الباب جات العقوبة المادية للنادي باش يبدل مجهود في إطار تواصل مع الجماهير دياله ويوضح لهم الرؤية ويوضح استراتيجية وهذا الشيء مطلوب وأساسي ومرغوب فهذا النقطة سعب سلاموش الشيء ما يدي المكتب المديري كافي من أجل المصادقة على هذه القوانين ولا يجيب عقد جمع عام من أجل تمرير هذه الأفكار أو لا أنك تشوف أن حتى القوانين الجاربية العامة على مستوى الجنات الإنضيباط والروح الرياضية فهي الكافية لا بإصدار هذه القوانين أو هذه العقوبة على مستوى الجماهير بالفعل هو اللجنة المعنية الاجتامعات هي اللي دارت مقترحات المقترحات ترفعات المكتب المديري ديال العصبة الوطنية ونحن ندرنا للمرسالة فعرضنا على التصوية على المكتب المدير وتمت المرسالة للعندية باش نعملوا بي ريتما يتعقد الجامع العام وتتم المصادقة دياله نعم يعني العقوبة ستكون مباراة واحدة بلا جمهور وفي حالة العود تقدر تتفع أكثر من المباراة مع غرامة مالية ديال 50 مليون سنتين بالفعل كتبتها سي مدفعا أكيد أكيد سيب القشور والدور ديال الجمهور كيبقى دور كبير جمهور هو يعني الصورة ديال الكرة القدم الوطنية كيساهم في الحماس كيساهم يعني في مجموعة ديالأمور لكن أكيد إلى خرج عن السطر أكيد خصت تكون أمور انضباطية يعني اليوم سنة كاملة عبد السلام القشور على انتخابك رئيسا جديدا للعصبة الوطنية الاحترافة في الكرة القدم خلفا لسعيد الناصري في هذه السنة ماذا تحقق؟ ماذا تحقق؟ ماذا تحقق؟ أولا في هذه الفترة هذه بالضبط جمنا مجموعة من المشاريع ورؤية جديدة لتطوير ديال المنظومة ديال الكرة القدم في بلدنا وممارسة حديثة والمواكبة ديالتوهوج لكانت رسالة قوية أنا نذكر بها ديال المنتخب المنتخبات الوطنية وعلى رأسهم المنتخب مقترب الكبار والحمد لله التوهوج ديال المنتخب النسوي منسوج والفئة السنية هذا وذكرة القدم داخل القاعة والبيت السوكروسي دونك تبارك لله توهوج كبير على المستوى للمنتخبات ما يمكنش البطولة الوطنية ديالنا تبقى شارد وتبقى أغجو خارج من مدمار دياله التوهوج هذا خصوص من صهر وهذا موكول لنا احنا كمسيرين داخل العصبة الوطنية لكرة القدم احترافية كان مفرود علينا من خلال وعينا وإدراكنا بهذا الوضع أننا نبدلهم جهود كبير جدا حتى نواكف ونسيرة طموحات السيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم في التنزيل ديال الرؤية الاستراتيجية دياله والتوجهات الكبيرة ديال صاحب جلال الملك محمد السليس نصرها الله في إطار دعم ديال الرياضة وكرة القدم بالخصوص من هذا الباب جاءت مشموعة من المشاريع اللي وضعناها واللي احنا الآن اللي بعد منها جاهز وانطلق وبعد منها ما زال في اللمسات الأخيرة دياله أولا الرقمنة ديال والتحديث ديال المنظومة ديال التدبير داخل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وأول شيء بدين به هو ورقة التحكيم الرياضية لا يعقل في سنة 2023 و24 غادي نبقوا نعمروا الورقة التحكيم بستيلو نديروا ليراتير ونقطعوا الورقة كناش ونديوا معنا واحد دفتار كبير للمستودع الملاعب ونبقوا نعمروا بستيلو ونديروا البابي كاربون ونديروا ثلاثة ديال الأوراق وحدة تيأخذ هذا الفريق والخرى تيأخذ الفريق الأخر وهذه تحتفظ بها الحكام هذا الشي تجاوز وما يمكنش نقاوها غدين فيه بالإضافة المعيقات اللي يتيديننا هاد الأوراق شحال خصنا نأرشيفيو ديال الأوراق واليوم عنا صعوبة حتى باش ننأخذوا الأرشيف ديالنا ديال السنوات كذلك كان عندنا مشكلة على مستوى الإحصائيات ما تنطفروش على إحصائيات معقولة وتقنية اللي من شأنها تساهم في التطوير ديال الكورات القدام وتساهم كذلك من خلال الدراسة ديال هذه الإحصائيات فين يمكن لنا نتاجه بالإصلاحات الجديدة على مستوى التطوير ديال الكورات القدام اليوم ورقة التحكيم ديال المقابلة الإلكترونية غادي تتوصلنا أولا أنطان ريال كتوصلنا في نفس مع انتهاء المقابلة كتوصل الليجان المختصة الليجان اللي كتسلم هذيك الورقة هي لجان متعددة منها لجنة المنافسات منها لجنة البرمجة منها لجنة ديال لتيك منها لجنة ديال ديال ديسيبلين هذو كل هم الليجان عندهم علاقة ومنها كذلك الإدارة التقنية الإدارة ديال المديرية ديال التحكيم هذو كل هم كتوصلوا بهذه الورقة بناءً عليها ربما كيصدروا عقوبات بناءً عليها تتنعرضوا النتيجة على لجنة ديالهومولوغاسيون بناءً على هذه الورقة هذو الورقة كانت كتوصلنا يومين بعد المقابلة أو تلتيام بخصوصاً تقرير أو تلتيام بعد المقابلة اليوم بالورقة الإلكترونية كيوصلنا هذو شيء هونطان ريال وهذا أساسي ومهم جداً هذي غي مكننا كذلك من الإحصائيات نعرف وشح اللاعب وشح اللاعب ديال الوقت في الموسم الرياضي اللاعبين بالسانوات بالسانوات العمرية اللوجيسية اللي درناها المنظومة المعلوماتية اللي كتأطر هذو الورقة هذي واحد مجموعة من الإحصائيات اللي غا تخدم بالدرجة الأولى تخدم بالدرجة الأولى الإدارة التقنية الوطنية تعطيها الأعمار ديال اللاعبين عدد توقيت اللي اللاعبوه تخدم بالدرجة التانية المديرية ديالتحكيم عدد الحكام اللي حكموا المبارايات التوقيت اللي اللاعبوه خارج الميدان داخل الميدان المسافات اللي قطعوه الكيلومترات اللي تقطعوه طيلة طيلة الموسيم الليجان الأخرى ديالديسيبلين ممكن تخدم عن بعد بقاشة تتجيل ورقة إلى خير عنده واحد مرضود رهيب تبارك الله في المستوى الكبير ودرنا تقريبا ما يزيد عن 40 تست اللي ادارت في نهاية المسيم من الفورق الكبار حتى الفورق ديال الفيتيان وديالشبان والحمل الحمد لله العملية نجحات واليوم غدين تفقنا مش غدين بدوب الورقية والإلكترونيكية في مرحلة الدهب لأساس نعتمد الإلكترونية لوحدها في مرحلة الإياب هذا شق متعلق بورقة التحكيم لأنها أساسية وهذه الورقة كانت تعاملوا معها تقريبا دوما كذلك العقد الإلكتروني اللي خدمنا به هاد السنة والخير هاد شراء واجد لوجدات اليوم وتنشتغلوا بها اليوم النادي تعمر العقد الإلكتروني في السيستام وتنتوصلوا به في العصبة الوطنية اللي كنت تقدم الإحترافية وتنجوبوا واش القابل أو لا مكينش القابل لهذا العقد داخل المبلغ المخصص اللي تخصاته لجنة المراقبة المالية بدراسها مع مكتب المديري دي العصبة الوطنية لكرة القادمة احترافية المخصص للإنتدابات دي الكل السنة اللي عنده علاقة بكتلة الأجور يعني والتي تتم واحد المراقبة قبلية الهد 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 وغادي نطوروها ربما أكثر في السنوات القادمة وغادينا في الاتجاه دي الان رخاص اللاعبين ما تفقناش في هذه السنة اللي كان ضغط ولكن في المركات والمقابلة إن شاء الله ممكن أن نرخص اللاعبين يتسلموا الأندية داخل المكاتب ديالهم في الإدارات ديالهم بلما يبقوا يتنقلوا ونعتمدوا العقد الإلكتروني يبقاش هذا التنقل و هذا الفائفين يعني أننا نغنع فيه الأندية من التنقل خصوص الأندية اللي بعيدة على مقر العصبة كذلك الورش المفتوح اليوم على مستوى الجمعيات الرياضية وخصوصا للمنخارطين اليوم العصبة الوطنية لكرة القدم الوطنية ما بغتش تبقى بعيدة على هاد المشاكل للمنخارطين هاد يصووت هاد ميصووت هاد عنده الحق هادم عندهش الحق هاد شو طيبة عليه وش حتارم القانون اليوم خدامين على واحد لسيستام واحد لبلاتفورم اللي غي تسجل فيها المنخارط واللي غندو منوله جامع حقوق ديالو وما يمكنش اي رئيس يشطبع له واحد للمنخارط بدون ما يخضع الواحد لبروسيس اليهو يخصوه يستامع له في اطار واحد لجنة معينة ويصدر القرار ديالو هاد ساعة اللجنة المعينة التابعة للنادي واللمنخارط يكون عنده الحق باش يطعن فدك في مؤسسة تابعة خارج النادي تكون تابعة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية واللمنخارط نسلم له بطاقة منعمل عند العصبة مع النادي باش يمكن لنا لانه اليوم احنا بغينا ولا اكرهنا فاد المرحلة عندنا الجمعية وعندنا الشركة الرياضية اليوم احنا كندفعه بقوة افتجاه الشركة الرياضية وهدي من بي الأشياء اللي جينا بها كذلك ولي نزلناها وليه رؤية ديالسيد رئيس الجميع الملكية المغربية لكلة القدم ولكن احنا اللي صاهرين بشكل قوي على الضمان دي التسيير بالشركة الرياضية باش نكذلك لانه اليوم فاد المرحلة الانتقالية بقي الجمعية والتي ملكه السواد الأعظم من أسهم 99 فاصيلة كده وكده أغلبية الأندية هذا هو الوضع لعندها وبالتالي هذا ضروري يبقى عندنا واحد العين على الجمعية الرياضية لأنها في آخر المطاف هي التي تتحكم في الشركة الرياضية نظرا للأسهم التي تملكها داخل الشركة الرياضية بين الأوراش الأخرى نتشفتي بأن اللجان القضائية اليوم تابع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وهذا شيء مهم الكتابة الإدارية اليوم هي عند العصبة الوطنية لكرة القدم لكن استقلالية على مستوى الجامعة عفواً مش استقلالية على مستوى اللجان القضائية هي مستقلة ولكن الكتابة الإدارية فهي ديال العصبة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وهذا ممكننا احتفل وطيرة ديال التعامل ديال الملفات ورغمها عددها وعددها الكبير وراني شرطي اللي كانت وصلت ستمائة وسبعمائة ملف سنوياً واللي اتقلات العمل ديالنا مجموعة من الأوراش أنا ربما لم يستثلس لك الوقت اليوم باش نعطيك الأوراش لكلها المفتوحة لمستوى العصبة مرحبا مرحبا سي عبد السلام هناك أيضاً حديث حول برنامج الدوري البرمجة الدوري في ديال المنافسات الكثيرة اللي كان هذا الموسم كان كأس أمم إفريقية يعني الموسم أولى السنة المقبلة في الكود ديفور اللي مشارك في المنتخب الواطن المغربية كان كذلك منافسة سيبير ليك اللي ستعرف مشاركة فريق الوداد الرياضي تقريباً الوداد اللي مغايشاركش على مستوى البطول على ما أضل واحد الفترة ما بين ثلاثة ديال أسابيع حتى الخمسة ديال الأسابيع كان منافسة ديال أندية المغربية قاريان على مستوى كأس الكاف على مستوى عصبات الأبطال الإفريقية كذلك عناش يعني العصبة الاحترافية ما راعتش هالتواريخ كامل بشأنها توضع واحد البرمجة اللي هي منذ بداية الموسم حتى النهاية دياله يريت أننا نوصلوا واحد نهار هذا طموح ديالنا وحاملينه بحس عالي من المسؤولية بش أنتحنا يكون عندنا برنامج واضح منذ الإعلان على البرمجة ديال السنة حتى من أول دورة إلى آخر دورة ولكن صراحة لحدود اليوم ما نستطعوش نديروا هاد شي لأنه عدة متداخلين في اللعبة أو في البرمجة اللي حنا تابعين لهم وهما ما عندهمش تواريخ مضبوطة وبالتالي ممكن شحناء نبنيوا على برمجة غير مضبوطة ديال الأطراف الأخرى منها المنافسات متعلقة بالكأس الكاف ومنها المنافسات متعلقة بالشومبينز ليغ منها البرنامج الدولي خصوصا مثلا كأس إفريقيا متنعرفوش المنتخب الوطني متعلان شحل غاديمشي واش غايل يلعب النهاية ويفوز بالكأس ويقلس واحد شهر ولا شهر ونس إلى آخره واش المدة غايت تقلس ولماش تقلس اللي عندنا تابع اليوم هو هادوك اللي ضات فيفا هادوك الخمسة ديالي ضات فيفا هما اللي معروفين من بداية السنة أما كل ما هو متعلق بالمنافسات القرية على المستوى القاري ديالنا فكين دي فاريابل هادوك اللي فاريابل هما اللي كي صعبوا علينا المأمورية بصفة عامة بصفة عامة فهاد المواعيد اللي تكلمتوا عليها خديناها بعي الاعتبار وهذا هو اللي دفعنا أننا نبرمجو انطلاق لموسيم الرياضي في نهاية شهر نهاية شهر غشت رغم المدة القليلة جدا لفصلاتنا على لنهاية الموسيم استحضارا لهاد المواعيد الدولية اللي كينا مستقبلا باش ننهيو لانه ننهيو الموسيم إن شاء الله في نهاية مي بإذن الله علما أن نأخذ هنا كذلك عهد على نفسنا باش الفرق المشاركة على المستوى القاري بعد ربع النهاية ما نبرمجوش لهم مقابلات بين الدهاب والعياب نمكنهم لانه ديك ساعات قصنا نقدم كل دعم المساندة الأندية دينا باش تكون متوجهة على الصعيد القاري وهذا كله عنده تأثير على البرمجة ولكن مستحضرين المواعيد باش نكونوا بإذن الله قبل من نهاية مي نعم نعم نفضل النقطة يعني سياب السلام كين حتى المشاركة دي الأندية المغربية يعني الويداد الجيش الملاكي وكذلك الأندية المشاركة في كونفيدرالي الإفريقية اللي ما عرفناش حتى ماذا فين غادي وصله في المنافسات الإفريقية واش غايمشي وتال الأدوار نهائية وهاتش اللي كنتمحولي ولا غايت تقصو في الأدوار الأولى وكنا عرفو أنه في المنافسات الإفريقية يعني كين مسافات كبيرة بابايد الدول مشي بحل يعني الدول الأوروبية وهذا كذلك يعني نقطة من النقاط اللي ربما تمك تعقم في البرمجة مشي بحل أوروبا اكزاكتما كين دول يخصك نمشي لجوج قارات باش يمكن توصل لبعاد دول بخصوص التحكيم سابسلام كان واحد صريح ديالك ربما صريح سابق يعني أحدث ثورة يعني حول التحكيم تبعو واحد تغييرات كبيرة يعني المستوى العلاقة ما بين العصبة الاحترافية وكذلك الجمع الملكي المغربية الكرة القدم شفنا يعني تسليم الصورة ما بين الجامعة والعصبة الاحترافية والأولاد العصبة الاحترافية هي من تشريف على قطع التحكيم يعني كانوا بزاف ديال الحركية في كرة القدم الوطنية بعد التصريح المؤسس ديالك سي عبد السلام واش انت اليوم راضي على التغييرات اللي قمتوا بها على مستوى التحكيم في المغرب وانت راضي على المستوى ديالحكام اللي كان حاليا في البطولة الوطنية بالفعل في يوم من الأيام كأحد المتتبعين ديالكرة القدم تكلمت من انتقد تحكيم وكنت كذلك حتى أنا صوت من بي الأصوات اللي كانت كنت تنتقد التحكيم هذا حق مشروع ولو أنني في موقعي المسئولية ولكن احنا دائما كنا نحترمو نفسنا وتنقلو بأن هذا الجهاز مستقل وما يمكنه تدخل فيه ولكن هذا لا يمنع كذلك من انتقاده لأنه لما كانش واحد الأداء ومن الما تيكون واحد الأداء في المتمييز وتيكون محط إجمع الانتقاد فهنا ممكن لنا إذن خارطه ونقولها صراحة باش يمكن يكون تقويم ويكون التطوير الإيجابي للمنظومة فمن بعد كيف قلتي هذا الانتقال للسولات وهذا الاختصاص المعيان وهذا الخروج الإعلامي دينا تمت تعديلات على مستوى وكانت وحد اليقظة أنا نسميها يقظة كانت حتى عند الحكام واللي كنشكرهم كثيرا من بعد هذه العشرة الضوارات الأخيرة دي السنة الماضية بدلهم جهود كبير واستطعوا أنهم يكونوا في المستورة أنت تبارك الله صحفي وتبأتي هذيك المباريات ما كانش فيه انتقادات انتقاد دي ما غديبقى ولكن ما كانتش انتقادات لا دعا وكبيرة ودي الأخطاء اللي كنا كنا نشاهده إحنا في منظورنا كمتتبعين محليين تنقول بأنه هذوك الدوارات العشر كانوا يعني مزيانين وفي المستوى ونتمنوا أنه يكون انطلق المباراة انطلق الدوري إن شاء الله ربما أحسن من هذوك العشرة الدور الأخيرة ورغم الصعوبة هذوك الدورات العشر الأخيرة والتنافس اللي كان على مستوى أسفل الترتيب والتنافس اللي كان على مستوى قمة الترتيب والبطولة ما تعرف الفريق الفائز حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الميت من المباراة دي الدورة 30 ده كله عطانا شغاف الحمد لله وعطانا صورة جميلة جدا وكذلك بمساعدة التحكيم لا ننسى هذا والتحكيم جزء لا يتجزأ من المنظومة دي الكرة القدم كنت من الحكام والمنظومة والمديرية واللجنة دير تحكيم كل التوفيق والسادات في المهم دي المتحلي بالمسؤولية العالية وراء دائما غادي باش يكونوا عفاهمين بأنه باللقشور راء دائما غادي انتقد تحكيمي لما كانش المستوى المطلوب وباللقشور ممكن يكون إلا صوت دي الأصوات التي تنتقيت في إطار المشروعية وفي إطار كذلك العمل الجد ومن أجل السيري قدوما في إطار تطوير كرة القدم الوطنية وما يمكنش يكون لا الظلم دي الحكام ولا تظلم على الحكام حتى كذلك تظلم الحكام ولا ما يمكنش نقبله وإحنا في مواقع لأننا نخصا نحمي الحكام إلا كانت مزايدة على التحكيم إحنا نتحملهم مسؤولتنا ونحمي الحكام باش يؤديوا المهم ديالهم على إحساني وجه أكيد سيريب السلام قمت بتدابير كبيرة من أجل الحفاظ على نزاهة هذه الكرة القدم الوطنية ويكون هناك شفافية على مسؤول التحكيم واش قمت كذلك بتدابير معينة من أجل إصلاح القطاع أو لا الحفاظ على النزاهة كاملة في قطاع التحكيم وكذلك كيفاش كذا ببرو الحكام المباريط لأن هذا القطاع يدى التحكيم فيه انتقادات وانتقادات كثيرة للجمهور المغربين ماشي فقط على الأخطاء لكن هناك ما وراء الكوريث أو ما يقال من بعض الجماهير أن هناك أخطاء متعمدة من قبل بعض الحكام واشكين شي تدابير خاصة بتنسيق مع المديرية ديال التحكيم باش أنه يكون مراقبة حتى ديال حكام وتفعيل هاد النقاط التي تحدثت إليها حتى بالنسبة للسير العام ديال الكرة البوطنية بشكل عام على مستوى المديرية وعلى مستوى اللجنة التحكيم فغد يكون واحد يعني حوار مستمر لما تكونش يعني تكون يقادة تامة ما يكونش تهون تكون دائما تمكين الحكام للآليات والأدوات باش يؤديوا البهم ديالهم واشتغلوا في ظروف حسنة وجيدة باش يكون المرضود ديالهم متميز كذلك من ناحية التقنية تنفكر باش يكون عدد كبير ديال الكاميرات داخل الأندية اللي قدر يوصل حتى الستاشر استاشر استاشر كاميرا اللي يسر لله مستقبلا باش نساعدوا الحكام على مستوى الفار باش ما يبقاش عندنا لأنه رأي استوى الكاميرات كما كان الحال رأي ماشي رأي قل عدد قليل باش يمكن لك تخرج المقابلة بدون ورغم ذلك رأي شفنا في المونديال وشفنا في منافسات قرية ودولية بعض الأخطاء ديال الحكام اللي كان لقوا تبقى في خانة الخطأ وما تكونش في خطأ في خانة تشكيك ولكن تقبية بأنه الورش ديال التحكيم تحت أعيوننا جميعا وممكنش نبقاه خارج السياق فيما يخص تحكيم داخل المنظومة ديالكورات القادمة ندخلنا الجزء الثاني من البرنامج الشي عبد السلام بالقشور نحاول نعطيك أكبر عدد من الأسئلة ويكونوا الأجوبة مقتضبة بل اسمحتي سي عبد السلام نعطيك سؤال حول العفو يعني مؤخرا أثناء القرعة البطلة الوطنية علنتي على العفو على جميع المسيرين والرياضيين اللي عندهم عقوبات ديال التوقيف من قبل العصبة ولا جميع الملكيين المغربية الكرة القدم غيرا نعرف الأسباب أسباب السعب السلام نعم سي متبارنة أنا كنت عضو جامعي في بداية سنة 2000 في الفترة ديال أطال الله عمره سي حسيم السليمان وكنت عادة كل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات كيتم واحد العفو على المسير الرياضيين اللي تقلي أو الأطور الرياضية اللي كان قدوا واحد العدد فترة ديال العقوبة وقاتليهم فترة تيتم العفو ديالهم من أجل الاسترجاع ديالهم العائلة الرياضية لأنه كيف مكان الآن حنا في عائلة رياضية وخصني كون عندنا هاد النوع ديال ديال التسامع ستكون واحد لا طوليرانس كان هذا كان هذا دائما كنت كنعيش وانا في كرة القدم الوطنية في فترة الأخيرة مش هادشي ما يشجعش سيعب السلام يعني موسيرين آخرين على القيام بنفس الفعل السقوط في نفس الغلط يعني هاد العفو مش مول بشوروط معينة خصك دائما تعطي فرصة تانية لا ما يمكنش راحة السجناء كان أعطيهم فرصة في إعادة الإدماج ما يمكنش هاد المسير الرياضي نقصيه دائما نحن كان أعطاكي والمسير الرياضي بأقصى العقوبات وخصنا نوجهه دائما بالانتقادات والعقوبات إلى خير يجي واحد فترة ما نقولش لقو موسير موسير رياضي وحنا ربما بدنا تنعيشوا هاد الإرهاصات اليوم عندنا إشكال في التنافس على رئاسة الأندية تنشوفوا الأندية اليوم اليوم حالا أنا تنتكلم معك عندنا رجل الأندية كي تسيروا بلجان لجان مؤقتها المغرب تيطواني مولودية وجدة وهذا شنو لأنه الرؤسة مقوش قدروا يسيروا ما مشوا لا بعقوبة ولا بإيقاف ولا بإي شي مشوا على خطرهم ولا ممشوش بغاو يمشي ولكن مشوا مكرهين لأنه مقين الصعوبة فهدي كانت واحد الرسالة من عندنا باش نديره واحد الصفع معين والله راح نفعه إلى الرياضية وخاصنا نحميه كذلك الرؤساء ومنقوش نوجه كل الانتقاد للرئيس رئيس كي يخدم في المغرب وهو في منظومة دي الكورات القادمة دينا باشكالين تطوعي ما عنده أجر ما عنده استفادة ما عنده والو يعني هذه الكورات القادمة اليوم هي فيها ناس متطوعين وإلى آخر إلى آخر أما الرئيس فهو يشتغل بشكلين بشكلين تطوعي فما يمكنش ننواجهه بالعقوبة ننواجهه بالبيكل ونواجهه بهذا ومن يجي واحد الفرصة ونا تنقرها منذ سنة 2018 ما تنحتش تشعاف ورد قريبا خمسة سنوات جاءت هذي فرصة باش نديره هدل 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 المسير الرياضي ولكن كان لزام أننا منستثنيوش إلى استثناء الاستقصائي نعود فأخذينا كل شيء للمسير الرياضي ولا الإطار الرياضي ولكن بطبيعة الحال يكون قده جزء من هذه العقوبة التي توقف وما تكون حالة العود نهائية لأنه أنا داك ما غير ممكن يبقى يرجع الكرة القادمة أكيد أكيد العفو شيء محمود سياب السلام لكن مع الضرب بيدي من حديد في حق الأشخاص التي تبت تورطهم في تلعبات أو أشياء ممكن أن تمس أو تضر بصورة وصمعة الكرة القدم الوطنية كان كذلك واحد المشروع السياب السلام بالقشور اللي بغيت أننا نطرع لك التساؤل فيه حول تحميل رؤساء الأندية يعني مسؤولية المالية للأندية التي يشرف عليها أثناء الفترة الولاية لهم لأنه التي نرى رؤساء يشرفون على أندية يقوموا بانتدابات لها كبيرة يغرقون الأندية في الديون ثم يغادرون وإنه أرضية قانونية فينوصلتوا في النقاش وإنه فعلا هذا القانون في أروقة العصبة الوطنية للكرة القدم احترافية وكذلك الجامعة الملكية المغربية للكرة القدم بشأنه يخرج للوجود وإمتى يخرج إن شاء الله ويكون وجد هذا القانون سعب السلام وسيموت بار هذا القانون هذا أو هذا النص هذا كان داس وحد الجامعة العام سابق للكرة القدم ولكن اعتقد خصوا بعد مرافقات قانونية لهذا النص هذا اللي داس وتكون عليه واحد دعاية قبل منه يعني يكون حد إشهر دياله باش الناس يعرفوا رسوم علاش داخلين ولكن تقبي بأن التوجه غادي للإتجاه لا يمكن ولا لا يعقال أن نستقدم رئيس أو أن يتقدم رئيس لرئاسة نادي ويترك من ورائه ديون مترتبة تعدب الملايا ويترك إفلاسا غير معلنا للنادي دياله شو الإجراءات لي تخطوا باش تحدوا من النادي أنا من باب زاوية ديالي أقترح أن هذك الديون المترتبة في فترة تدوير الرئيس المعين أن تلاحقه شخصيا أن تلاحقه شخصيا من بعد الخروج دياله من 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 تسير وإلا أن يكون تسيره محكمان ويمشي علاقة جهدو ويمشي في إطار المتاح ويكبر صقف ديال ديال الطموح في حين أن الإمكانيات دياله لا توازي ولا تواكب وهذا أضطر بشكل كبير على تسير داخل الشعر ريادي ونقول لك دفع عندنا جوج أندي عتيدة وعريقة مولودية توجدها والمغرب تتواني وربما يحتشين هذه آخر في الطريق اللي غير جاي باش غادي نبدأ نرشع اللي جال مؤقتا لكننا قطعنا معها في وقت سابق وإحنا اليوم كنعود نرشع وإنا أخاف أن تكون هناك أندية أخرى لاحقة لها الأندية فالإشكال الحقيقي والمعركة المعارك القادمة الحقيقية فهي الزاوية المتعلقة بالمالية الأندية ومن هذا الباب نزول إلى الفكرة التي تقدمتها بها كان كذلك سي عبد السلام قانون آخر كان ربما قترحه سي فوزي القجار رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدم في إحدى الجمع العامة الجامعة وهي هم الهيبات أو السلفة التي يقدموها الرؤساء الأندية لهم وكان القانون يتكلم على أن أي رئيس أعطى سلفة للنادي معين فالزمن عليه إذا أريد استرجعها أن تكون قبل نهاية الموسم أو قبل إجراء الجامعة وليس هذا فعلا تطبق سي عبد السلام ولا ما زال لأنه يكون حديث أن هذه السلفة التي تعطى للنادي لما استرجعها قبل نهاية الموسم تقول ليهيبا فقط وكتعطى وما يقدر استرجعها مجددا لا معمول بها الآن والتقارير والحضور في الجمع العامة الأندية لم يكن حتى رئيس منذ ذلك اليوم إلى يومنا أنه رئيس الذي لديه ديون في مواجهة النادي الذي كان كيسير من ذلك الفترة من حقه أنه يسترجعها داخل الفترة الانتدابية من الرئاسة ولكن خارج الفترة الرئاسية لا يعتبر دين بل يعتبر إهيبا ومعمول بها والأمور سالسة في الاتجاه في إطار الحركية الموجودة حاليا في كرة القدم الوطنية على مستوى الأندية وكذلك المنتخبات الوطنية يعني شفنا أنديات الويداد وبركان الأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية كيواجهوا بعضهم البعض في مباراة السيبر الإفريقي كينا كذلك توهج للكرة القدم الوطنية والذي خلقه منتخب الوطني المغربي في نهاية أسل العالم في قطر وشهد الحركية الموجودة في كرة القدم الوطنية ممكن أخبركم ماذا تفكروا في إخراج كأس سوبر المغربي إلى الوجود يعني الكأس التي تجمع الفائز ما بين البوطلة الوطنية وكذلك كأس العرش وكذلك مجموعة من الأفكار في هذا الشأن يعني يحتل النقاش مع الإدارة التقنية لأن الإدارة التقنية تطمح أنه يكون عدد كبير هذه المقابلات كذلك نحن على مستوى التسويق وعلى مستوى كذلك الموارد المالية عندنا مصلحة أنه يكون عندنا كؤوس إضافية ودوريات إضافية للدوري ولكن تقنية فترة هذه صعبة جدا أولا نحن في فترة لإعادة الملعب الملعب الوطنية عندنا باقي عندنا باقي نجتر تأخير للي كان عندنا على مستوى كوفيد في البرمجة ونعود النوه مرة أخرى ولو أنها فتت زمان بأن الجامعة الملكية المغربية بقرار هذه الاستكمال الوطولة أنا داك واللي ما قدرش دول عتيدة وعريقة وعند إمكانية كبيرة أنهم يكملوا المباراية ديالهم كذلك الطريقة باش كنضبروا الدورية لكن دوريات اللي بقي الآن مستمرين دورية المصرية والدورية بقي وحنا نستطعنا أننا نكمل بهذه الإكرهات اللي عندنا فهذا الضغط الزماني والضغط ديال البنية التحتية صعب أننا نفكره اليوم في كؤوس أخرى ولكن المشاريع والتفكير فهذا شيء حاضر وحاضر بقوة نظراً لما له من أهمية على مستوى المرضود التقني ولا هما له من ما أهمية على مستوى التسويق ديال المنتوج الرياضي والمواريد المالية اللي ممكن يدخها من إن شاء الله البنية التحتية ديالنا تكون في الحل اللي بغينا وفي العدد الملاعب اللي كينا وكذلك وقفنا على رجلنا على مستوى البرمجات الدوري المغربي مقاش أننا تأخير اللي جاء من كوفيد أنا ذات ممكن تكلموا على هذ النوعية ديال الكؤوس اللي تكلمت لها نعم على مستوى التسويق والبنية التحتية واش يعني مش من ضروري أن المباراة تكون في المغرب يمكن أن كتم تسويق ديالها وتجرى يعني المباراة ديال السيبر المغربي يعني في برد آخر ماشي بالضرورة لكون في المغرب لا السلام أنا كنتكلم على دوريات وكؤوس أخرى اللي تكون فيها مشاركة لا على مستوى الهوات ولا على مستوى البطولة الاحترافية نخلقو نخلقو دوريات أخرى مواكبة يعني على مستوى مثلا ايفان تروا على مستوى ايفان تيام باش نقدرون وي هل صحيح أن العاصبة الوطنية كورة القدم احترافية يعني طلبات من الجامعة الملكية المغربية الكورة القدم تكفل بتنظيم المنافسات ديالك أشعر يعني كان عرفوا أنه المشرفة على تنظيم هذي المصابقة على سعر تلها بالفعل تقدمنا بطلاب وهذا موضوع عند المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية الكورة القدم باش يتم الدراسة و المصدقة ديالو في أقرب جمعهم ديال الجامعة الملكية المغربية بكرة القدم باش يكون واحد تناغم في تدبير ديال المنافسات ريادية لكأس العرش ولا البطولة الوطنية لاحظنا مؤخرا أنك يكون واحد نوع من التداخل من يبرميج من يعين من هدا بغينا نجمعه كل شيء في العصبة الوطنية لكرة القدم الاعترافية وكذلك احتى القوانين المنظمة للمنافسات تكون موحدة ما بين منافسات كأس العرش ومنافسات البطولة الوطنية ومنها رجبنا مع المقترحات لا يعقل مثلا يكون نزل الربع النهاية ويكون فارق دياله الوات ونبقى عندنا هذا النقاش وش اللعبو عند الفارق المستضيف ما ممكنش الفار ما ممكنش الإنارة الممتوفراش ما ممكنش العشب طبيعي وش ممكن أن احنا باقينا نقبله مقابلة في ربع النهاية مثلا تجرفت الأوضاع هذي يعني وضعنا طلاب مع إجراء مع تعديلاء مقترح تعديلات فيما يخص القوانين المنظمة لكأس العرش كأنه تواريخ هامة سعب الإسلام يعني ربما تكون في تاريخ كرة القدم الوطنية 2025 وكذلك 2030 المغرب مرشح بشأنه يستاضف نيائية كأس أمم إفريقيا وكذلك كأس العالم رفقة البرتغال وإسبانيا وشكين شي تصور شي استراتيجية عمل شي تخطيط بتنصيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأنه تكون العصبة الاحترافية الأندية الوطنية البوطلة الوطنية في المستوى يعني قبل 2025 وقبل 2030 كنوا في واحد المستوى معين زيرو ليتيج تكون تطور البنية التحتية تكون تطور الكرة القدم الوطنية على عدة أصعادة ومستويات ولن سيموت بار هذا مشروع دي الدولة ملكا وشعبا التقدم لترشيح دي الكأس العالم ماشي الجامعة لمفردها اللي كتقدم لشيجيها معينة بل هذا مشروع دي الدولة من خارت فيه صاحب جلالة نصر الله خارت فيه الحكومة من خارت فيه المؤسسات الرياضية من خارت فيه الشعب المغربي هذا تحدي رائع وكبير هذه أحداث اللي نتمنى الله نشاهدوها في المستقبل دينا اللي يكون في بلادنا هذا مشي بالأمر سهل هذا يقدر يكون تتويج منقطع الناظر لبلادنا هذه معركة حقيقية وتحديدة للمغرب اللي إن شاء الله بإذن الله نربحوه فاحنا ما أنا غنجوب من الزاوية ديالي كعصبة وطنية لكل القدم الاحترافية لتأهيل الملاعب هو تأهيل أساسي وضروري ونختصاص للجهات المختصالية دولة الملاعب كنا عرفوه من شكو اللي عنده الملكية ديالها باستثناء ملعب 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 مركب محمد الخاميس اللي تابع المجلس جماعة الدار البيضاء ولي كراء الجماعة رجزء من الدولة يعني هذه ماشي ملعب ديالخواص ولا ديالأندية نتكلم عن ملعب طانجا ملعب أقادير ملعب مراكوش وهذه في ملكية الدولة المغربية عن طريق إما الوزارة الوصية والشركة الوصية ولكن هنا تنتكلم دائما الدولة حاضرة بقوة وهي اللي اليوم دفعت بإصلاح الملاعب حتى تكون في المعيد ديالألفين وخمس وعشرين جزء منها في ألفين وخمس وعشرين وما تبقى يكون جاهز في ألفين وثلاثين ألفين وخمس وعشرين بإذن الله بضفار إلي الصلة بتنظيم ديالكأس إفريقيا فغدينكونوا سولي كاميرا غدينكونوا سولي كوليماتر غدينكونوا عن مزومين علينا لذلك الملاعب ديالنا اللي خصت تكون في ألفين وخمس وعشرين خصت تكون صورة طبق الأصل لملاعب المونديال يعني تماما غد يبان الإشارات الأولى ديالما ده قدرتنا على تنظيم ديالكأس العالم ومن هنا تفتح لي قوس وتسمح لي باش نقول أن الأندية خاصة تمشي في الإتجاه والجماهي الريادية تمشي في الإتجاه وكل المتتبع الرياضي إما يشي تكلموا على توقيف الملاعب وفين غيرها بالنادي ديالنا يعني خصنا نضحيوا باش نوجدوا الملاعب ديالنا ونأهلوها لهذاك الموعيد اللي هو اسمه معيد في المسائل الرياضية في الأمور الرياضية اللي من خارط فيه الدولة المغربية أو المملكة المغربية قاطبة بكل مكونات بكل مكوناتها هذا الجزء المتعلق بالبنية التحتية طبيعة الحال بمساعدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدام الشق اللي كيتعلق بنا احنا هو تدبير البطولة الوطنية طبيعة الحال مخصرش نكون ونشاز تنظيم كأس إفريقية تنظيم كأس العلام الملاعب في حدلة رائعة تتبع الإعلامي الدولي تتبع الإعلامي الوطني الشغف إلى آخرين الشغف مشيش تغف الكرة القدامة اللي شفناها مؤخراً وتكون العصبة الوطنية في معزلين ومنكمشة على نفسها وكتسير بالسرعة اللي بغات مستحيل تماماً يجب أن نكون في الموعد بقوانين جرئة كذلك بتاركة مالية في المستوى بوضع مالي مريح بوضع تعاقد ماذا الأندية والمؤطرين والمتدخلين في المستوى بعدد نزاعات قليل وقليل جداً وأكيد باش يكونوا فيعلاً نزاعات وليس متأخرات في الأداء بمنظومة كراوية بتحكيمين في المستوى ونحن نستفدو من ذلك البنية التحتية اللي قدام عليها لهم الدولة المغربية قاطبة نحن نستفدو منها الدرجة الأولى كأندية اللي غنمارسوا كرة القدام في ذلك الملاعب سعب السلام بخصوص غلق مجموعة الملاعب في المغرب يعني هل هناك مواكبة من العصبة الاحترافية يعني الأندية الجيش الملكي الويداد الرياضي رجاء الرياضي وربما أندية أخرى اللي ممكن نشوفه في المستقبل القريب أنها كيت تغلق لها الملاعب ديالها من أجل الإصلاح والإعادة تأهيل هاد الملاعب واش كينش مواكبة خاصة من العصبة الاحترافية لهذا الأندية سعب السلام نسير دابع عندنا الإشكال كان على مستوى تحت تنجا اليوم مرة رسمياً غادي لعبو في تيتوان كنا غادي لعبو في ملاعب سانية تسانية ترمالت وصلنا بمولسالة رسمية في هاتي 48 ساعة من عند المكتب مصير الاتحاد تنجا لا أخفي كثيراً بأنني مع سيئة يتمنى قدرنا واحد المجهود باش نقرب ويجهة النظار ما بين مكونات شباب السوالم وبرشيد يوسفية برشيد باش نلمش شمل بيناتهم وغادي لعبوها تسانية إن شاء الله في برشيد وداخل الإقليم ديالهم والحمد لله الأمور غادي في الاتجاه صحيح باش نخليه والملعب ديال ملعب الباشير تستقبل فيه الجيش الجيش الملاكي لأنه كانوا غا يستقبلوا في الملعب ديال القنيطرا ولكن الملعب ديال القنيطرا من البلدي فيه إصلاحات كبيرة وفيه الجزء الشطر الثاني ديال البناء وليفيه الوتيرة ديال النهم وكذلك احتى المدرجات فيه أشغال كبيرة وكبيرة جدا وصعيب على الجماهر اللي سنعرفوه تبارك الله ديال الجيش الملاكي باش تكون في فذاك الملعب فالجيش الملاكي غادي يلعبوه في إن شاء الله يجرى المباراة ديالهم في المحلية أما المباراة المتعلقة بالكاف شيء آخر لأنه الملعب بشير غير مؤهل ما عندوش نعم موصفات ديال الكاف هدونك هدوما الإكرارات بالنسبة للوداد الرجا كان ربما الملعب مركب محمد الخاميس غادي تحبس ولكن ربما غادي نجاوزه بعد هاد المدة البداية ديال البطولة ريتما نشوفو الوداد إن شاء الله يمي يلعبوه في الزاولة ربما يكون ملعب اللعب ديرها الإشارتو ملعب بيرجيغو كينا كينا حولول إن شاء الله بش نتزوزو هاد المرحلة بسرعة وننشوفو في الاتجاه ديال إصلاح البنية تحتية لأنك لعقود ولسانوت على المستوى التواصل سابسلام يعني شفنا لأول مرة الموقع الرسمي للعصبة الوطنية الاحترافية لكورة القدام شفنا بعض الوعود التي تنفذ على أرض الواقع منها البلاغات الرسمية وكذلك بعض الأرقام التي تدلعها الشفافية وهذا الشيء الذي اكتبه في فترة سابقة خلال جمع العمد العصبة الاحترافية يعني كان شوية حركية على المستوى التواصل داخل الموقع الرسمي لكن مش ما كنتشوش أن شوية هاد التواصل خاصة على المستوى الموقع ما زال محتشم شيئا ما؟ أولا أسسنا الموقع لكنا ما حطنا انتيقات دائما يوم عندنا نافذة ديالنا عندنا بوابة ديالنا عندنا موقع ديالنا رسمي يعني أنتم كم متتبعين أو كصحفيين تاخدوا المعلومة من مصدرها ومن موقعها الرسمي مايبقاش عندكم يعني التخبط في الإشاعة وفي القوال وتستيليفون وتسوي المسؤول اليوم كتاخدوا من المصدر دياله ولكن الفارق اليوم اللي تكلف بالإعداد أو المتابعة ديال هاد الموقع في البداية دياله وإحنا غاديين يعني باش نكونوا إن شاء الله على مستوى التواصلي ربما في حلاء أحسن وفي موقعين أحسن من ما هو كين على المستوى الحالي سي عبد السلام كين كذلك أنا مستوى العصبة الاحترافية واش اللي جان تشبر فاعلة داخل العصبة الوطنية كرة القدم ولا يعني دائما كنسمع غير شخصين بارزين يعني في العصبة سي عبد السلام بالقشور كرئيس وكذلك ناطق رسمي وكذلك سين مغافري كاتبا عاما للعصبة واش كين لجان فاعلة داخل العصبة الاحترافية واش كين عمل كين أنشطة داخل العصبة لا لا بالفعل وأنا شخصيا حاريس على أن العمل دي اللي جان يكون عمل موازي كأجهزة موازية للمساعدة وموازية للعمل للمكتب المديري أصحروا على جيدا لأن شأنها هي تدولي فهي كتتهل الرؤية أو أي مشروع غادي تعرض على المكتب المديري يجب أن يمر لزوما عبر اللجنة المعنية فربما احنا لم نصلطوش الأضواء للعمل دي اللي جان فاللجنة الشبان مثلا جدت اجتماعات مع الإدارة التقنية من أجل تصور جديد للبطولات دي الفئات السينية تنتم الصحفة ما تتركزوش بزاف على هاد واسمح لي على هاد اللوم هذا طلع على الفئات السينية والهيكلة الجديدة كذلك التحولات اللي غاد يتكون على مستوى الفئات السينية هاد العام جبنا او سيز عواد او كينز غاد زاد فئة في الفئات السينية كذلك على مستوى كان نقاش كبير واشن ديرو برمير ديفيزيون ديال ودوزيام ديفيزيون ديال لزيس بوار بيدو يتنافسو رجعوا له يدريدو دي بلاسة يمشي في نفس الملعب يعني إلا غاد تلعب واحد إلى فارق ليش ملكي مثلا مع رجاء الرياضي فالنفس اليوم وفنفس كذا يلعبوه لزيس بوار ديالهم ولكن يمشي في نفس الملعب كانت مجموعة من الأفكار لنقشتها لجنة الشبان برئاسة سعبد الحق ماندوزا مع سيفتح جمال مدير تكوين ومع الأطور ديال الإدارة تقنية كذلك لجنة القوانين والأنظمة اللي كتجتمع فيما يخص الليسانس اللي كين دابا ولو تنجتمعوا بطريقة الفيزيو أو عن بعد لجنة المنافسات رهي اللي دارت لجنة المولوغاسية اللي صادقات على المباريات اللي جان تشتغل بشكل اللي خصوة تشتغل في إطار تصويق سي عبد السلام وشكين هناك توجه من أجل تصويق المنتوج الوطني ديال الكرة المغربية في قنوات أجنبية كما كان عليه الحال في السابق وشكين التوجه وشكين دراسات وشكين واحد البحث على أفضاءات أخرى اللي نبتو فيها مثلا مباريات ديال البطولة الوطنية ويكون هناك تصويق جيد للمنتوج المغربي وكذلك عئيدة مادية نحن اليوم عنا تعاقد مع الشركة الوطنية ووديمونا السبب نقول بأنها عن طريق القناة الرياضية ربما الوحيدة في العالم اللي تتنقل جميع المباريات ديال الدوري ولو أننا نتمنى وأننا نشوفو هذاك نقل بحلتين أحسان وببراميج مواكبة للمباريات اللي تتناقش تحكيم اللي تتناقش كذلك الإشكالات اللي كتتطرح على مستوى الانتقادات ديال البطولة الوطنية المستوى البرمجة يكون حوى براميج حوارية ولكن على مستوى النقل فنتنحيي الشركة الوطنية على نقلها لجميع المباريات وعلى العمل دياله ولكن في نفس الوقت نطلب منها أن يكون واحد المرضود أحسان ربما في حلتين أحسان وفي النقل أحسان اللي شفنا في المندياليط اللي شفنا في هذا يعني تكون إمكانيات ربما توفرها أكثر للنقل التلفازي ولكن السيل العريشي مشكورا وعدنا بأنه سيكون كذلك استجابة لهذا المطالب لدينا في إتجاه أكيد سيابة السلام يعني الوصبة الوطنية نازل استقلالية ديالها على الجامعة الملكي المغربية لكوات القدم بشكل كبير وش ممكن حتى تكون استقلالية مالية في المواسم المقبلة وتكون استثمارات ديال العصبة الوطنية لكورة القدم احترافية من أجل الجدب مستثمرين ولا مستشهرين جدود باش حتى يعني العوائد المادية وحتى المناح المادي المقدمة الأندية ترتافع في سنوات قليلين المقبلة ربما كان عمل كبير فهذا النقطة السابسية طبيعة الحال هذا أساسي إلا بغينا نطوره كورة القدم ما نطوروهاش بشفاوي وما غنطوروهاش بالنظري وما غنطوروهاش بأفكار محبوسة رفوف ومحبوسة جدران غنطوروها بموارد مالية نحصت عليها جديدة جدا تطوير كورة القدم راهين بتشريعات وقوانين في المستوى بالإضافة إلى موارد مالية مهمة وبنية تحتية إلا ما عندكش موارد مالية يعني هالتولات هالتالوت إلا كتنقص منه الموارد مالية معناه أنها ورا ما غديش تطور كورة القدم في ظل التنفسية العالمية والقارية اللي كينا اليوم وإحنا كنشوفوه الأرقام الفلكية اللي كتروج على المستوى المستوى الدوري اليوم الأشياء اللي مهمة جدا واللي تنبغيه أنها كذلك نسلط على الأدواء هو أن كورة القدم الوطنية دينا ما تبقاش قطاع اجتماعي بامتياز سيكون قطاع منتج يخلق التروة من خلال توظيف من خلال تشغيل من خلال خلق فرص الشغل من خلال الرواج الاقتصادي من خلال الرواج القرب الاقتصادي دي القرب من خلال أرقام المالية المهمة من خلال تحسين وضعية لعبين والأطور والرياضيين من خلال المتدخين في الحديث على استثمار السعب السلام كان هناك خروج ببلاغ دي المستثمر سعودي الذي كان يتجه أنه يستثمر في نادي الوداد الرياضي يعني عبر البلاغ دياله أكد تراجع دياله على عن ذلك وبرر ذلك مجموعة هذه الأشياء منها بيئة الاستثمار داخل كرة القدم الوطنية إذا خدرت تحدثنا على هذا وبيئة الاستثمار حالينا وش فعلا لا تشجع المستثمر الأجنبي على استثمار في كرة القدم الوطنية ونتحدثه على الاستثمار المحلي عبر الشركات شنو اللي كيأخر هاد النقطة السعب السلام واش كذلك تأخر الأندية على خلق وتفعيل الشركة الرياضية ساهم بدوره وفهد تأخر واش كين هناك توجه ديال المسؤولين ديالنا ديال فتح الاستثمارات والرفع من القيمة المالية ديال الأندية في الدورة المغربية فالاستثمار هو من بين السبل الكفيلة لتطوير لدخ موارد مالية مهمة للأندية باش يكون كذلك مرضود مالي لهذا المستثمار اللي أنا المستثمار ارى ما غيرش يجيب باش يدخ ارى ما غيرش يعتبر هاوك أنها دور ديال الخيرية ولا دور ديال 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 الإحسان فالاستثمار فهو في المقابل دياله وكي يكون مرضود اليوم احنا كمسؤولين على المستوى المركزي في كرة القدم مجبارين باش نوضعوا المناخ المناسب للاستثمار المناخ المناسب الدرجة الأولى فهو قوانين وتشريعات اللي تضمنها لهادك المستثمار أن الأموال دياله اللي غادي يجي أنها تكون مضمونة وتكون موضوعة بشكل قانوني داخل الأندية وتكون عنده ضمانات حقيقية بأنه غادي يسترجعها وغادي يكون عنده كذلك يقدر يجني من وراها من وراها أرباح احنا غادي نفيد الاتجاه بطبيعة الحال لكن ما نقولش لك المستثمار الأجنبي أنا بالنسبة لي أنا أنا مني تكلمتي عن المستثمار الأجنبي شفت شي حاجة ديره وهذاك الكلام فيه مرضود عليه بشكل كبير مع مجموعة من الملاحظات اللي دار والبغاية هي ندير مناظرة في هذا الشأن نديرها فرح نقطعنا أشوات كبيرة في هذا الشأن اليوم عندنا الشركات الرياضية عندنا الأسهم عندنا الرجيستر دو كوميرس عندنا لكونت بونكير ديال الأندية وهذا السنة اللي دوزنا راكلها باستثناء نادي أو ناديين اللي كانت عندهم مشاكلة لمستوى الجمعيات الرياضية ومستطعوش ولكن ما تبقى من الأندية لتقريبا 30 نادي كلها عملات بالشركات الرياضية وخدمات بالمدقيق الحسابات واشتغلات بالشكل اللي قصة تشتغل به واخدات المصادقة ديال الوزارة اخدوا الاعتمادات اللازمة مش الاعتمادات المالية الاعتماد يعني الاعتماد القانوني اخدوا المصادقة على الاتفاقية ما بين شركة والجمعية على مستوى تشريعات احنا وصلنا تقريبا أشوات متقدمة وجد متقدمة اليوم اللي يبقى هو اننا نقطعو مع هاد النقطة التي تخدوش الصورة ديال الكرة القادمة اللي هي المديونية واللي هي هادش ديال المنازعات اللي غادي يكون الفضاء رحب ومهم بالاضافة ان الاندية مازال خاصة تبدل واحد المجهود على مستوى الممتلكات اندية يخصت استثمر ما يبقاش هادك الرواج المالي اللي كتديره في السنة كيمشي كله في كتلة الأجور أو 80 أو 90% في كتلة الأجور اليوم كنلقاو النادي كيدور 100 مليون دير الدرهم فيها 90 أو 85 مليون دير الدرهم كتلة أجور إلا سونا على شحل خصصتي الاستثمار على مستوى البنية تحتى كنلقاو 0 درهم هذا توا غير معقول ما غير يخلقش لنا جاذبية دير المستثمر لأن المستثمر اللي غادي وضعه يوضع أموال مالية المادة غيشوف واحد اللي بيلا وغيشوف الاكتيف غيشوف شنون اللي غاديم لك لأنه غيشتري أسهم هذيك الأسهم ديالش خاصة تكون عنده بنية تحتيات تكون عنده مثلا فناطق تكون عنده مثلا ملاعب في سميتهم ولو علاقى ملاعب دير التدريب إلا ما عندهم مش ملاعب ديال الممارسة لأنه مش سهل يكونوا واقعيين مش ينادي بين عشية وضوحة يكون عنده مركب ديال المقابلات ولكن على الأقل يوفر لرأسهم ملاعب تدريب ولو يكون خارج من المدينة ويكون في فضاء دي أمر اللي سهل اليوم تنحطوا لأنه أنا مشوفة التجاه الجامعة مادة يديها لهاد شي كتقول أنا مستعدة أن كل اللي بغي نخارط في البنى التحتية مستعدة أنها تساهم معاه بنسب جد محترمة في توفير البنية التحتية من مراكز تكوين إلى إلى آخره هذه كلها معطيات اللي غا تساهم على جلب المستثمير وهذا تقبية بأنه دوء التوجه المستقبلي وأنا نداء يعني شخصي لا يلزمه أحد سنتمنى أن الشركة الوطنية المغربية هي أول من يساهم وهو الأول لخصوين خارط معنا في الاستثمارات داخل كرة القدامة الوطنية ماشي بتجربة ديال احتضان السابقة اللي كانت دازت ولكن برؤية جديدة وبرؤية حديثة اللي كانت الاستثمارية ربحية نفعية بالدرجة الأولى لأنه وفرنا كل الظروف تقريبا اللي كانت تضمن المستثمير لأنه يستثمر الأموال دياله في الأندية المغربية واش ممكن تشوفش أنه مصدود الباب على المستثمير الأجنبي وفي المقابل فتح الاستثمارات أمام مستثميرين المحليين ماذا تقول تشريعات فالشي قربنا السابقة لا هو اليوم تشريعاتي مفتوحة على الجميع ما كانش تتناء المغربي ولكن أنا تنحبد أنه يكون بعد المؤسسات الوطنية المغربية اللي تكون رائدة اللي هي اللي تشارك في الاستثمار المغربي ونكون يعني حتى السلاسة في النقاش يعني نسميوها مؤسسات وطنية مواطنة اللي بغا تنخرط كورة القدم ومن بعد منها ممكن أن هذه الشركات تكون تكون الأسهم لشركات أجنبية لماذا وتكون هي المؤسسة والمؤرخة لهذه اللحظات التاريخية التي تسنوها المتتبع الرياضي من أجل تطوير كورة القدم السلام بالقشور سوف نستغل لحضورك معنا اليوم بسبب رئيس المكتب مديري الفريق نهضت زمام رصت حديثا القسم الأضواء بعد سنتين في الدوري الدرجة الثانية الفريق يمكن أن يرجع بسرعة لم يتوقع الكثير في القسم المواطني الثاني ما رأيك في النادي من الذي جاء السلام بالقشور كمسير صالة وجل في بعض الأندية كان في حسينة أكادير كمسير كان رئيس في نهضة الزمام ومستوى مجموعة الأندية كذلك تضيف الحسين الجديدي عضو جامعي سابق وعضو جامعي سابق أكيد كذلك وبرلماني لكن خلينا معنا هذه الزمامرة ما أعطيت في المدينة الزمامرة عبس الملقشور شقه السياسي شقه الرياضي المتعلق بفريق نظر الزمام فعلى مستوى كرئيس جامعة الزمامرة وشتغلت بشكل كبير على مستوى الجانب الرياضي وخصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية طبيعة الحال معيات أنادك سنة 2009 مع الرئيس السابق دي الفرقورة قادم سيد عبد الرزاق إغافي اللي آمن بالنشر وعلي الفكرة اللي كان صعب أنك تقول شي واحد أنادك في 2009 هاد الفاريق اللي كيل افتراب ومعندو إمكانيات مالية غير متواجدة ومعندو تجري بنية التحتية بأنه رب إمكان هاد الفاريق يكون في القيسم وطني الأول ويكونوا المغربة كلهم كيعرفوه ويكون معروف على الصعيد الصعيد الوطني وربما تا جزء من صعيد الدولي اليوم الحمد لله عنده صمعة طيبة للمستوى تسير وتدبير كان صعب أنه هاد الفكرة بعدها أنه وصلوها بعد الناس المحليين كانوا يقولوا هذا من ضرب الخيال ومن ضرب الأحلام أو اللي لقيت الرئيس الوحيد اللي آمن معي بالفكرة اللي هو السي عبد الرزاق إغافي اللي قال لماذا لأنه ولد زمامرة رجل أعمال مقاويل الحمد لله آمن بالفكرة استطعنا أننا نعملو مع واحد الفريق دي الأبناء زمامرة سي عبد السلام خايف مجموعة من من الأبناء زمامرة اللي دخلنا هاد الفكرة آمنوا بيها باش ننيرو فريق تنفسي فريق مهم اللي غيلعب الدور دي السفير مدينة زمامرة على الصعيد الوطني باش نديرو سقونا بالو ماركيتينج تيريطوريال يعني تسويق المجاري عن طريق فريق دي الكورة القدم عن طريق الرياضة وفريق كورة القدم بالخصوص باش نجلبو استثمارات على مستوى البنية التحتية لمدينة لمدينة الزمامرة باش نقدرو نوقع اتفاقية شاركة على مستوى البنية التحتية اللي كتخص مدينة زمامرة في الشق الاجتماعي والاقتصادي وكذلك المتعلق بالمدينة التحتية من طرق ومن كذلك من كل ما يخص المدينة اللي كانت في سنة الفين بسعود مخصوصا من أشياء بسيطة بسيطة جدا ما كانش عندها اليوم الحمدولله مع هاد الأوراش اللي اتفتحات في نفس الوقت من موقعي كرئيس مكتب مديري دي الفاريق ومن موقعي كرئيس الجماعة استطعنا نوفره من أحسن البنية التحتية الرياضية على الصعيد الوطني لفاريق دي المدينة زمامرة ما تسلطاتش عليه الأضواء كما يجيب لأنه فعلا فاريق دي الكم نسميه أنكا دي كل اللي خصويت قرره في المعاهد العليا كيفاش أصغرتك كالتول السكاني على الصعيد الوطني استطاع يوصل لقسم الوطني الأول كيفاش أنه استطاع يطلع وأنا أؤكيد على أنه يوصل لقسم الوطني الأول كمرضود تقني رياضي وفي نفس الوقت مؤهل من ناحية البنيات التحتية كيستقبل في مدينته كيتدرب في مدينته عنده البنيات التحتية اللازمة لذلك في المدينة دياله والآخر شبكة أو آخر لابوك اللي كانت خاصة هي فندق ديال النادي الحمد لله الأشغال من طالقة الآن اللي تنتمنه يعني هذا نادي اللي استطاع بإمكانياته الداتية أنا تنقل لك إلى حدود 2021-2022 البنية التحتية كلها دارتها نهضة زمامرة بشاركة مع الجماعة المحلية ومع مؤسسات أخرى داعمة وما ساهمت معنا الجامعة الملكية المغربية الكورة القدم في البنية التحتية ربما النس اللي أول مرة غدي يعرفوا هذا الشي لأنه اللقلي بدين نحن البنية التحتية كنا في الهوة تجوج ممكن لجامعة غدي تدي لك بنيات حية وانت في الهوة تجوج طلعنا ولكن احنا بدين البنية التحتية أنا ذاك منها بناء الملعب منها ملاعب تدريب منها قاعة ديال ديالتقوية العضالات منها القاعة المغطاة منها الملعب الأخرى المتعلقة بالرياضة بشكلين عام الوقت لطلعنا أون بريمير ديفيزيون كانت لفرستر كتير كلها جاهزة اليوم الجامعة مشكورة قد تساعدنا على مستوى الكراسي على مستوى ربما غنت احنا غيكون لدينا الليد في المغرب لكن فردنا داتنا يعني لشي ما الدرس لإسم وعيانه لليش تغفي لأن الفريق وسل القسمواطني الأول وجميع الفورق لذلك قد وصل القسمواطني الأول كيولر عندها الحق في التأهيل ديال الملعب ديالها اللعبة تأهيل ديال النارة بش يكن acostum года على مستوى النقل التلفازي لبلغنا يكون نادي فرد راس بهاد القوة مفردناه رياضيا وراس بالشي آخر ожалуйста وكذلك بالإنخيارات الواسعة لأبناء المدينة والفاعلين كلهم والجهات الداعمة لأمنة المشروع نقول لنا أن هذا المشروع ديرنا تنتمنى ودار خلق رواز كبير على مستوى لأننا شفنا الناس وإلا كل شيء يتكلم على ملاعب التدريب الناس كل شيء يبغوا يديروا البنية تحتية علش هذا المشروع صغير وراء عنده هذا الشيء ومدن كبيرة ما تتوفر على هذا الشيء وكانت تكون الحمد لله لأنه اليوم مصنى أنه تكون الزمامرة محفيز لجهات أخرى باش يكون عنده هذا الشيء على السعيد الوطني الكاسب الأخير لغير المكتسب الكبير في الأخر هو اللاعب وهو المتتبع الرياضي هو المواطن المغربي هو الدولة المغربية وهذا الشيء يكون له مدرناش في سميتنا بل هو في ملكية النادي وفي ملكية الجماعة وفي ملكية المدينة كنت منه حد موفق من هذا الزمامرة في بطولة الموسم المقبل وكنشكرك تسيح بسلام بالقشور تلبيت دعوة برنامج حوار مع أمتبار إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة نعم برنامج حوار مع أمتبار مع ضيفينا عبسلام بالقشور نتاقيكم في حلقة أخرى ومع ضيف آخر إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة